لما حبت بقى لما حبت هي أولا استوقفني جملة برضو الحب طلع أسوأ ما فيها مش حقيقي الجملة دي مش صح يا نسرين الحب تطلع كل المعاناة اللي جواكي انتي مستغربة انتي ازاي بتحبي وازاي بتتعذبي كده مع انه المفروض ان الحب سعادة او الحب بيجيب حاجات حلوة ده معنان ارتاحة يعني هو الحب ما طلعش حاجة وحشة منك انتي معندكيش حاجة وحشة انتي عندك معاناة يعني دي كلمة انا بوجهها لنسرين يا نسرين انتي معندكيش حاجة وحشة انتي عندك كل خير اه انا مش ريفة ان فيه اي معارض بس الخير عليه شوي التراب التراب ده مغطي على الخير اللي انتي مش واخدة بالك منه يعني صدمات 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 كوينت بلق قدمة بقى لم تحرر ولم تتعالج ولم كده فيه حاجة بقى كمان عايزة اقولها علم النفس بيقول ايه صدمة انكار استراتيجي لحظة الصدمة العقل اللاواعي بيبني طريقة استراتيجية يعني طريقة يحمي بيها صاحبه من لحظة الالم الشديدة دي زي ما بتشوف حد عنده ديفانسيف ميكانيزم او بيصد الناس او بيتعمل بهجوم او كده عشان هو شاف يعيني حاجات وحشة بالزبط كده يا حرامة ده بقى اللي انا عايزة اقول فهي ايه اللي حصل هي قلم مع قلم مع قلم بقى عندها طرق تحمي بيها نفسها زي العدوانية زي فكرة حطره سم في الاكل هي يعني ايه حطره سم في الاكل عايزة اكسره ثانية واحد ليه فانا هقولك اهو هي مش مستعدة تحس بلحظة ضعف اوكي تحت الجملة دي 17 الف خط هي مش ينفع تحس باي لحظة ضعف الحب حسسها بانسانيتها وحسسها بدع مش عايزة اقول ضعف بس هو الحب انك بتسلمي لحد مشاعرك فهي كل ما تحس بالتسليم تكون متغازة انا مش مفروضة عمل كده لا بس الحب يا دفت لا يا موكي تقولي ضعف الحب ضعف حلو يا لما تلاقي عيالك ايوه عارفة لو اهم بيعملوا بيعملوا مش عارفة ازا اقولك عارفة لو انا عايزة اقوم عمل وعمل ايوه وانا ضعيفة قدامهم حتى تلاقي ناس بتقولها كده مرة ما زدت هو خلاها ضعيفة بالزبط كده صح بالزبط كده وهي عايزة تبقى دايما in charge او in control بالزبط كده لان هي عانت بما فيك كفاية فهي دايما واخد وضع محدش يقرب محدش يهاجب محدش يلمسني محدش 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 هي دي اللي ادارت بيها حياتها يعني من كنت انا بدأت تخاف عليه حتى من زملته اللي بتقولك بيدحك عادي لما حد يقول افه ونتحك كلنا فين الحب اللي فيك بتقولك انا دلوقتي غيرانا عليه ومش عايزة يكلم حد ليه دي ممكن تكون معجبة بي ليه الانسان اللي بيقعد يشك ويغير ده ده انسان نرجع تاين نقطة الامان فقد هي فقدت الامان في لحظة الختان وفقدت الثقة في ابوها وفي امها وفي كل الناس لانه دي طفلة بتتاخد من غير شرح وافي ايه اللي بيحصل فيها وبتتعذب لمدة دقايق حرم عليك والله وما بتفهمش غير بعد بقى سنين بتفهم ايه بتفهم ويجيالكو البيت وهي متطلقة عشان جوزها مش مرتاح ومش مبسوط وراح يدور على حد تاني وحنا نقول ان احنا بنعفها ولا انتو بتعفوها انتو بتضروها بس العفة مش في كده العفة في التربية رب وعيالكو بطلوا تعملوا كده عملنا حملات توعية عملنا دورنا كاعلام عملنا اللي علينا كله جبنالكو دكاتر النفسين انا اعملي تاني اعملي تاني